السلام عليكم ازايكم وعملين ايه؟ يارب تكونوا كلكم بخير اهلا بكم في فكرة جديد هنعمل النهاردة مع بعض البيت بالمشروب بالجبنة بطريقة ان شاء الله جميلة جدا وسهلة قوي مش هياخد معاك عشر دقايق وحتعملي اجمل طبق هينفع بقى في الفطار او في العشاء وهينفع جدا مع الناس اللي هماشي على رجيم كرطاي او الكيتو قبل ما تشوف الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير ويلا نبدأ الفيديو مع بعض انا هنا حطيت زلزة تون شوية زلزة تون وقطعت بصلايا كبيرة خرطها بنفس الشكل ده وعملت تلات فصوص تون هابدأ اللي انا اقلبهم كده لحد ما ياخدوا لون دهبي هنه هابدأ اقطع المشروب انا بحب اجيب المشروب اللي هو الفريش بيبقى حلوي جدا ممكن تشيل حتة لفوق زي ما انا شلتها او تقطعيها كده بس فكل واحد حسن ما بيحب او حسن ما بتعود يعني وطبعا تخرطيه باي حجم انت عايزاه في ناس بتشيل دي كلها كده فكل واحد بقى برحته خلاص حقرته كله بقى وهنا خلاص البصل بقى كويس مع التوم هحط هنا المشروب وحفظ اللي انا اقلب كده فيه يعني تقريبا من خمس زي لسبع دقيق كده لحد ما يبقى هوريكم دلوقت شكله ياخد لون كده جميل نفس الشكل ده كده هشيله بقى من على النار ونكمل مع بعض المقدير والطريقة هنا هحط ثلاث بضات طبعا البيت برضو حسب يعني زي ما انت عايزة حسب الافراد انا عملت هنا ثلاث بضات وهقلبهم كويس كده وهبدأ حط الملح واحط فلفل اسود وهنا بصل بودرة وتم بودرة وهقلبهم كويس جدا مع بعض هنا انا كنت مقطع طمط ماية على فلفلية ممكن تحط زيتون مخلي بيدي طعم حلو برضو جدا وهقلبهم برضو كويس قوي مع بعض واحط المشهوم اللي انا عملته على النار وهقلبهم كويس هنا على النار حطت صانية وحطت فيها زيت زيتون شوية صغيرين يعني وسيبته يسخن شوية واحط هنا الخليط اللي انا عملته كده على بعضه وسيبه لحد ما ياخد لون كده من تحت لون بسيط اول ما ياخد لون من تحت هشيره وحطه تحت الشوية انا كده حطته تحت الشوية بقى بنفس الشكل كده هبدأ اللي انا حطي جبنة المزرلة واحطه برضو تحت الشوية لحد ما جبنة تسيح وتاخد لون كده جميل خلاص هو كده طلع من الفرن بقى جميل جدا شايفين ما شاء الله حلو قوي هعطعه كده قدامكم جربوه بجد بالطريقة ده هتعجبكم قوي باتنسونيش بقى في اللايك والشير وتعملوش اشترك في القناة ولو انت اول مرة تشوفي قناتنا يريد تشتركي في القناة وتفعلك جرس عشان يوصل لك اي جديد اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة